لك أن تتخيل فيما أخرجه العلامة البيهقي في الدلائل وابن كثير من رواية سيدنا زيد بن أرقم قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بخيمة لأعربي يربط بها ظبيه فلما رأت الظبيه رسول الله قالت يا رسول الله أنتقه الله الذي ينطق كل شيء ولا عجب في ذلك من شيء قالت يا رسول الله استضني الأعربي وربطني هنا ولي صغار يموتون من الجوع فاشفع لي يا رسول الله لأذهب فأرضع صغار ثم أعود قال لها الحبيب يا ظبيه أإن فككتك من كيودك تعودي قالت له أعود والذي بعثك بالحق ففك قيدها الحبيب صلى الله عليه وسلم فذهبت الظبيه فأرضعت صغارها ثم عادت مكان القيد فلما رأى الأعرابي ذلك تبسم قال الحبيب له يا أعربي بعلي هذه الظبيه قال له هي لك هدية يا رسول الله فأمسكها رسول الله وأطلقها رسول الله يقول زيد بن أرقم فأخذت تهرول في البريه وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه إنسانية النبي مع الحيوانات العصفور إنسان مع النبي